السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل متابعي ومشترك قناة اجندا لو سأنا عارف لكل الطلبة ما زالت لغاية الوقت فيه طلبة الآن جدا وما زال لسه القلق موجود بسبب اللي فيه ناس تلسة ما جابتش الكود بتاعها في ناس النور قطع عندها دلوقتي ناس بكلمان دلوقتي حالا من القاهرة فيه النور قطع عندهم فيه ناس خايفة من النت ناس حاولوا تخش من الشراحة دلوقتي على النت بتفصل معاهم المهم عاوزك تهدوا كده ما فيش اي مشاكل دايما خدوا نفسها عامل كده وتوقلوا على الله عز وجل مش عاوز قلق فيه ارشادات الاول لازم نعرفها قبل الامتحان بكرة ودايما حط في دماغك انت من الامتحان ساعة تسعة اللي هيبقى عنده امتحان ساعة تسعة ما تنسنناش تسعة جاهز نفسك من تمانية تكون جاهز كده صلي من جاهز نفسك ايه تكون ريلاكس كده مش عاوز قلق لان الالق هيخليك تطلع من اللي انت فيه او التواطر هيتعبك طيب نعمل ايه بقى الارشادات اللي هتبقى ايه الطالب هيدخل الامتحان من جهاز التابلت طيب التابلت لو فصل لو الدنيا بايزة خش من جهاز كمبيوتر طيب ما فيش عنده كمبيوتر خش من جهاز محمول بتاع والدك بتاع مامتك بتاعك اي حد بس يكون متصل بانترنت عن طريق الواي فاي عن طريق الشريحة من اي خدمة انت عاوزها من اي شركة محمول موجودة اتصالات فودافول مبنيل اي حاجة اورنج اللي نفسك فيه ادخل منه المهم تكون داخل على الشبك تمام اول حاجة تتأكد من الحصول على الرقم التعريفي من موقع اللي انا سيقول لكم اسفل الفيديو وتدخل عليه موقع الوزار للحصول على شان ايه تاخد اسم المستخدم بتاعك وكلمة المرور واكواد الجلسة وكل مادة لها جلسة تمام وتتاني حاجة بتدخل على موقع هسيولك برضو تتأكد من وصولك لي اللي انت مشوب بقى اسمك تاني حاجة بتتأكد من وصول منصة الاختبارات التجربية قبل بدء الامتحان بوقت كافي عشان يبقى عندك وقت تقدر تركز فيه المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة اللي انا سيبتها لكم في التطبيق اللي وقت 19 محافظة هيدخل الصبح والبق يدخل من 12 للساعة 3 يمكن للطالب ان يبدأ الامتحان في اي وقت خلال الوقت المحدد لكل محافظة ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء يعني انت بدأت الساعة 9 اه من الساعة تحسب وقتك بدأت من الساعة 10 تحسب وقتك بس خلي بالك كل محافظة اعرف انت محافظة ايه تبنى من محافظة كذا وارح امتحن في محافظة تانية ماشي يبقى انت تبع اجيب اس بتاعك اوش تبع للمحافظة بتاعتك تب في حالة انقطاع الامتحان لاي سبب بيتم حفظ الاجابة واسترجاعها عند الدخول مجددا خلي بالك من دي وركز اوي في الموضوعات يبقى امتحان نهاية تفاصل الدراسة التانى يا جماعة المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي الاطار الزمن اللي انت هتدخل فيه تانية حاجة امتحانات نهاية تفاصل الدراسة التانى اتاكد انت توصل للمنصة ركز بقى معايا ركز انت تدخل ايه بجهاز تابلت او بجهاز تاني من اي شريحة اتاكد انت تاخد رقمك التعريفي اتاكد من كل حاجة اتاكد من كلمة المرور تاني حاجة مش عاوزك تكون الآن والله انت ما تاخد اكتر من نصيبك عشان كده دي ارشادات الوزراء بنزلاها انا عاوزكم تهدم مش عاوز حد يقلقكم مش عاوز توطر مش عاوز حد يقلق كل اللي ربنا كدبه هناخده انا عاوزك تصلي عز وجل وتتجي افتح الكتاب بتاعك اقرأ اي حاجة تقول ما بيجيش منه حاول يعني مفيش حد بيمل بسرعة كده انا عارف لانتوا كنتوا في خمول الفترة اللي فات عشان كده انا حبيت اعمل فيديو ده في الوقت ده عشان اديكم دفع القدام دايما خليك متفائل بالخير هتلاقي ان شاء الله دايما استعان بالله عز وجل من الشيطان الرجيم دايما قول يا رب دايما الشيطان خلبك هيهديك لا قوم اتوضح وصلي قوم ركز قوم زاكر اقرأ اي حاجة خد معرفة عشان كده اوعى تكسل اوعى تيأس اوعى توقف قدامك اي حاجة قول يا رب ان شاء الله ههاقدرgie اللي انا عاوزه ان شاء الله ههاقدر اوصل وهقدر اعمل كل حاجة وتأكد من كل حاجتك وان شاء الله اللي سوف يكون كويس بكرة لو السيستم واعى واي حاجة واعى انا يبقى معاكم اول باول لو في اي حاجة حصلت ان شاء الله هتلاقون حتى هو طلع بس مباشر صetक الصبر عشان اكون معاكم اول باول ان شاء الله ويا رب اكتب لكم الخير انا سهران عشانكم الان عشانكم عشان انتو تبقوا كويسين فان شاء الله هنفرح اهلنا هنفرح كل الناس اللي بيحبونا ما يبقاش في قلق ان شاء الله يا رب السيستم ما يقع ويبقى كويس معاكم ولو واعي السيستم مش هنسكت وهنتكلم وهنطالب وهنقول وهنعيد يقول النور ما ان شاء الله مش هيقطع ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة ان شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه ورمضان كريم وربنا اقرم من كل شيء ودائما ربنا معنا في كل وقت يا رب يا رب قدر لي الخير وارضني به يوعى تيقس يوعى تقول لا مالوش لازمة لالامتحان ده هيتضاف على الامتحان الترمي الاول ولا هيعمل ايه المهمة انا عاوزك تعدل 50% عشان نخلص من الليلة دي كلها وان شاء الله اللي معاها مادة او مفيش معاها مادة اللي معاها مادة ان شاء الله هيكمل وهيكمل على بعض وان شاء الله هتنجحوا كلكم ان شاء الله وانا متفائل خير يا رب العالمين اللهم اكتب لكم الخير واخدر لكم الخير وارزقكم من حيث تحتسبوا ان شاء الله الخير لغات الوقتي مفيش اي تسريبات مفيش اي حاجة نزلت كل الموجودة على الانت ده كله اي كلام في اي كلام بتتخدعوش باي حاجة عاوزكوا تركزهم ناموا بدري هتصحم تركزوا كده تصالوا الفجر تقوموا مرتاحين ان شاء الله عاوزكم تناموا على الاقل ساعة ولا ساعتين قبل الامتحان هنتقوموا في ايقين كان معكم مستوى مريزي مؤسس اي جيلاندوس انتظرنا في كل جديد واكيد وسيب لكم الارشادات دي كلها وسيب لكم الروابط دي كلها اسفل الفيديو ان شاء الله اشتركوا في القناة حصل لكم جديد ويا رب دايما اكتب لكم الخير اولو دايما امين في امان الله موسيقى